هذا وقد أكد رئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر من أوائل الدول التي وضعت خطة استراتيجية لتحقيق تنمية المستدامة وقال رئيس السيسي أن المحور البيئي كان ضمن هذه الخطة الاستراتيجية مصر اسمحوا لأننا أتكلم عنها كانت من أوائل الدول التي وضعت خطة استراتيجية طويلة المدى لتحقيق التنمية المستدامة 2030 وكان البعد البيئي محور أساسي في كافة القطاعات التنموية وأنا أريد أن أقول لكم أننا في مصر كنا منتبهين لهذا البعد وتحركنا فيه بفعلية كبيرة جدا في كافة المجالات وأنا أقول لكم أننا أطلقنا من سنة ونص قمة المشروعات الخاصة بهذا الأمر وهو حياة كريمة وأنا أتكلم أن حياة كريمة ده رقم اتحط ساعتها ساعة لما طرحناها كان حوالي 700 مليار 750 مليار قد يزداد هذا الرقم إلى أرقام أكتر من كده نتيجة الظروف اللي بتمر في العالم خلال هذه الفترة لكن الهدف منه أنه يساهم في تحسين حياة ما يقرب من 60 مليون إنسان ونحن هنا بنتكلم على مية شرب وبنتكلم على طاقة وبنتكلم على صرف صحي وبنتكلم على معالجة المياه وأقدر أقول لكم بمنتهى التواضع أن مصر ببرامجها اللي بتشتغل فيها دلوقتي أن يمكن تكون في تحسين ومعالجة المياه يمكن تكون الدولة رقم واحد بنهاية هذا البرنامج ترجمة نانسي قنقر